محسن وكريم ندفد الحقيقة وعودة من العراط ايه رأيك؟ لعبة مهمة جداً كريم ندفد بالنسبة لي لعب مختلف مش شبح حد في مصر يعني حتى من قبل الإصابة من قبل الإصابة اللي جات له عاد فترة طويلة عاد فترة لعب مميز جداً 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 عنده كورة حلوة قاوية عنده ولكن سوق الحظ بقى يعني ده بس الحمد لله السنة اللي فتقول لازل فل نقصب ان ده عطلته كتير انه عنده كان يعني كان زمنه مكانة تانية في لفل تاني خالص لانه عنده من الإمكانيات اللي تأهلوا للقصة دي صلاح يعني حايز أقول ايه الفرصة ما بيجيش مرتين جات له مرتين حلو كده؟ فرصة ما بيجيش مرتين بس جات لك مرتين فيعني لو ما استغلتاش لا بقى خلاص بقى انت انت حر قررك انا شايف ان ده فرصة ذهبية اه مفيش احلى من كده والله العظيم يعني انا بقول له فرصة ما بيجيش مرتين لا جات لك انت مرتين فعندك فرصة كويسة جدا ان انت تدخل في القصة دي وفيه كمان اتقالت زعلوك اللي جاب جول زعلوك جول من الناس ايه من الشباب اه من الشباب من الدلالة يمكن الناس ما تعرفوش ومعتز يعني فيه معتز برضو الستوبر اللي بيلعب بشمال اه لا انا زعلوك بس عشان انا يعني اعرفه من دجل ورقفة خليل اه فالولد مميز جدا جدا بس يعني انا اللي قلقني الفترة الاخيرة من ناحيته يعني ان احنا موضوع المهاجم واللي بيحصل ممكن يبقى مسبب ضغط عليه اه وانت ما تبقاش مستني من ناشئ حاجة كبيرة هو لعب كويس طبعا هو لعب كويس بس مش قد مش قد يعني في قصة المهاجم هتضغط عليه ده اللي انا اقصده اه يعني الناس هتقارنوا يا عم ما كنا جبنا ده لو ما جابوش يعني برضو عشان محلش اهو لا احنا جماعة بعد اذنكم عليش ماليش ونبي لازم احنا بتتخذ مننا اقولك ده بص لا احنا انا شخصيا ما عنديش فكرة من الاهلي هيعمل ايه احنا عندنا لغاية يوم 14 سبتمبر ممكن يجي يوم 14 سبتمبر الصبح يجيب لعيب انا ما عرفش يعني احنا الكلام اللي بنتكلمه ده بنكلم في حالة انه جابو او ما جابوش اه فلو ما جابش يبقى انت ما تضغطش انا اقصد ان انت ما تحرقش لعيب مهم عندك اه عشان انا اعرفه لعيب كويس قوي فعنده امكانات كويسة فانت ايا ان كانت ما تدخلش ده في ده عشان ما تقصرش على اللعيب ولا النادي نفسه وانا شايف محتاجين مهاجم حلو كده تمام ولكن ده قرار مدير فني ومجلس ادارة صحيح يعني القصة الدايرة دي طب حاجات كتيرة جدا وانت قادره انا دايما اقول انت سبت النادي عشان انا دايما اقول ان في قوضة دايما محدش يعرفها غير الادارة ومدير الفني صح مقفولة احنا كمهول بناتمن انا كأهلوي انا عايز سبع مواجمين صحيح كلنا عايزين احسن فرقة في العالم احنا كالي صح ولكن القوضة المقفولة بتقول ايه في حسابات كتيرة